بعد معرفنا ازاي نقدر نعمل تشيك شير للكاميرات اللي فيها variable depth عايزين نرجع بس نفتكر بسرعة كده لو عندي كاميرا فيها constant depth depth سابت بس مثلا تخيل لو كانت ليفر depthه كان ماشي سابت فاكر لما جال نرسم الشير فورس دياجرام مثلا لو طلع كده تقدر ترسم الشير ستريس دياجرام على طول فكين قلنا قبل كده لما الدبس يبقى سابت بيطلع دائما شكل الشير ستريس دياجرام هو هو بالزبط نفس شكل شير فورس دياجرام بس دا ما بنقسم على الـ B في D فاكر ممكن بيسعوا دامان الـ Q على الـ B في D يبقى أنا في الحالة دي من شكل شير فورس دياجرام محتاج أحسب كم نقطة للشير ستريس دياجرام نقطتين بس أول حاجة هتبقى نقطة عند الفكسيشن هتسعوا قيمة الـ Q اللي هنا على الـ B في D ونقطة تانية عند الـ free end هتسعوا الـ Q اللي هنا على الـ B في D وهو أصل بينهم خط على طول وفاكين قلنا بيطلع دايما شكل شير سترس دا جرام هو هو نفس شكل شير فورس دا جرام عشان كده لما الديبس كان ثابت فاكر ان ليه ما كنت شبحتك دايما ارسم شكل شير سترس دا جرام لان انا هبقى اعرف على طول ان عند اكبر شير فورس هيطلع اكبر شير سترس يبقى هده ده كريتيكال سكشن فاكر عشان كده في الكنتليفر اللي كان ديبسه ثابت احنا كنا عارفين دايما ان اكبر شير سترس موجود عند الفكسيشن فبالتالي دا كريتيكال سكشن على طول وفاكين قلنا المعادلة بتاعت الكيو اكشول هتساوي ايه الكيو اللي هي طبعا موجودة هنا بالزبط مقسومة على البي في دي رو تاكر انا مفوض عشان اعمل تشيك شير ومفوضة قارن قيمة الكيو اكشول دي باثنين سترسز قلنا قيمة كيو سيو انكراجد وقيمة الكيو ماكسمام لو طلعب بين البنين مش انا في الحالة دي كنت اعمل ديزاين للكناب بالقانون بتاعة 3 اس وكنت هتليد اطلع الكناب بتاعتي هنا ومشيها لبر فكلا حد مسافة كام مسافة زد وبعد كده زي ما انا هنرجع نمشي كنات 5.8 للطربيط فقط افتكر الكلام ده لما الدبس كان ثابت لكن بالنسبة للكانتليفر اللي كان فيه variable depth وتعالى ناخد الحالة العامة اللي هو كان فيه concentrated load في الطرف فكين انا في الحالة دي عشان ترس مشير stress diagram انت بتحتاج تحسب كم نقطة 3 نقطة لو تفتكر نقطة عند free end ونقطة تانية في النص ونقطة عند fixation وكنت بتوصل بينهم curve مش خط وبعد كده كنا بنشوف فين critical section فكين قلنا لو كانت lever في variable depth وعليه concentrated load بيطلع عادة ان critical section اللي هو اكبر shear stress موجود عند الطرف يعني عند free end وهتحسب q actual بتاعتك اللي هي موجودة في الطرف فكين قلنا اللي هي مفروب تساوي q على b في d ناقص m في tan b على b في d square لو تفتكر قلنا لو طالت q actual دي بين قيمة q cu uncracked وقيمة q maximum يبقى انت هتصمم الكنات كالعادة بالقنون بتاعت 3s وخبالك الكانا اللي هتطلحها هنا هتمشي من هنا لجوه وتحسب برضو المسافة الزد وبعد ما تحسب الزد تماشي الباقي 5.8 كنات تربيط ليه بقى قولك الكلام ده لانه ممكن قوي تجيلك مسألة فيها الاتنين مع بعض يعني يجيلك الكانتليفر ديبسو ثابت في حتة ودبسو فاريابول في حتة يعني يطلع مثلا شكله عامل كده بالزبط والحتة دي بنسميها عندنا كسرة حصل كسرة في الخرصان بتقدر تقول لي لو انا عندي جزء فيه فاريابول دبس وبعدين جزء سابت في الحالة دي عشان ارسم شير سترس دياجرام محتاج احسب الاسترس عند كام نقطة عند خمس نقط ليه هاحسب استرس للجزء الافقي الواحده وسترس للجزء المال لوحده وبتدي وصل بينهم فلما تيجي تفكر كده الجزء الافقي انا كان مفوق بحس بالسترس عند كام نقطة ونقطتين واحدة في اوله بالزبط واحدة في اخره وفاكر كان بيتحسبه بانهي معادلة كيو على البي في دي ودي طبعا اللي هو الدبس السابت ده وبوصل بينهم ازاي بوصل بينهم خط ده كده اخو بالك شكل استرس عند المنطقة اللي الدبس فيها سابت لكن المنطقة اللي الدبس فيها فاريابول فاك عشان احسب بالسترس كنت بحسب كام نقطة تلات نقط واحدة هنا بالزبط واحدة في النص واحدة في الاخر يعني لما تيجي تحسب هتلاقي زي ما قلنا واحدة عند اللي دبس وهتكتشف هنا ان هيحصل دروب كده للشير استرس وهقولك ليه حالا واحدة عند الفكسيشن واحدة في النص بينهم وفاكين قلنا هتبتدي توصل بينهم كيرف يبدا كده شكل الاسترس بالزبط تقدر تقول لي هو الشير استرس هنا كان بيساوي ايه كان بيساوي كيو على البي في الدي طب هنا كان بيساوي ايه برضو بيساوي كيو على البي في الدي بس ناقص ام في تان بيت على البي في الدي سكوير انت اخذ بالك الاتنين يوم نفس الكيو نفس الدي بس الفرق ان احنا فجأة طرحنا هنا جزء بتاع المركبة الرأسية بتاعت الحديد المايل عشان كده حصل دروب في الاسترس مهم لو ده شكل استرس بالزبط لو تاخذ بالك الحتة اللي دبساءة ثابت هيبقى خط وتحسب بنقطتين الحتة اللي فيها هبقى كيرف وتحسب بثلاث نقط عشان كده انا حسبت خمس نقط تقدر تقول لي فين الكريتيكال سكشن لما حب اصمم الشير هصمم كم سكشن هصمم سكشنين اول حاجة سكشن في الجزء اللي دبسه ثابت وسكشن في الجزء اللي دبسه لو تاخد بالك سكشن في الجزء اللي دبسه ثابت الجزء اللي دبسه ثابت هنا هو فين اكبر شير استرس مجوب بالزبط في الحتة دي اللي هو بعد الكسرة بميلي فالمفروض ان انت هتصمم السكشن ده وتماشي الكنات بتاع طول برا بالنسبة لجزء الـ variable لما تيجي تصمم فين اكبر شير في المنطقة الـ variable هتكتشف ان هو موجود هنا بالظبط يعني قبل الكاسرة بميلي هيبقى ده critical section برضو تصمم الكنات هنا وتماشيها ناحية دي يبقى دائما عند الكاسرة عندي سكشنين للشير واحد قبل الكاسرة بميلي واحد بعد الكاسرة بميلي ده كنات هتمشي ناحية دي وده كنات هتمشي ناحية دي يبقى تاني زي ما قلنا لو في عندك كاسرة وانت عايز تصمم الكنات هيبقى ساعتها في عندك سكشنين اول حاجة واحد قبل الكاسرة بميلي زي ما قلنا في الجزء الـ straight وده طبعا الـ Q-actual بتاعته كام Q-RB في الـ D هقارن Q-actual بتاعتك بقيمة الـ Q-CU uncracked وقيمة Q-maximum لو طلعب بين البنين يبقى انت هتصمم الكنات هنا بالقانون بتاع 3S وكانت اللي هتطلع هتمشي ناحية دي مرة تانية زي ما قلنا هتيجي بالزبط قبل الكاسرة بميلي وتحسب قيمة الـ Q-actual بس هنا هتسوي ايه Q على الـ B في الـ D ناقص MF10B على الـ B في الـ D برضو خرن Q-actual بتاعتك بقيمة الـ Q-CU uncracked وقيمة الـ Q-maximum لو طلعب بين البنين هتصمم الكنات برضو بقنون بتاع 3S لكن هتمشي ناحية دي في برضو حاجة كمان طب انا هكسف الكنات فين وفين هرجع رجحها تاني 5.8 في المتر هتعمل حسابك من شكل الشيري سترس اللي انت حسبه فاكركنا بنحسي قيمة الـ Q-CU uncracked ونيجي بنفس الـ skill الرأسي اللي احنا رسمين به الشيري سترس توقعها عندنا في اي حتة وترجع تمشي خط أفخي وتشوف هتقطع الشيري سترس فين تخيب بلكن هنا قطعت في نقطتين نقطة ناحية دي ونقطة ناحية دي يبقى المنطقة اللي معمولة بالأحمر دي مجيش شيري سترس فيها كان اكبر من قيمة الـ Q-CU uncracked بيدي اكيد هنحط فيها الكنات اللي احنا مطلع لها من الـ design لكن اي حتة تانية اللي استرس فيها اظهر من Q-CU uncracked هتحط الكنات 5.8 طبع منطقة اللي معمولة بالأحمر دي كان قريدي فيها سكشنين كان عندي سكشن هنا لو تفتكر ان انت مصممه بتاع السكشن اللي دبسه ثابت ومشي كناته ناحية دي لحد ما الاسترس وصل بالزبط لقيمة Q-CU uncracked والباقي نرجع نمشيه 5.8 السكشن التاني اللي كان موجود هنا برضو انا احط الكناته من التصميم بس اكمل لحد فين لحد ما الاسترس يقل لتاني زي ما قلنا يوصل لقيمة Q-CU uncracked وفي المنطقة الاسترس فيها اظهر من كده الكنات باره تمشي 5.8 يبقى دايما تكسيف الكنات هبقى في الحتة الاسترس فيها اكبر من Q-CU uncracked لكن وانس انا بقى اظهر من Q-CU uncracked ساعتها بتماشي الكنات 5.8 كنات تربيه